طبعا انا عايزاكي توجيه رسالة دلوقتي لكل الستات والبنات اللي بيسمعونا لان احنا ببرنامجنا بنحاول ان احنا نديهم دايما تفاقل في اللي جاي او امل في اللي جاي انت عندك موهبة او مش موهبة حابة ان انت تعملي كارير جديد لشغلك او تجيبي مصدر رزق ودخل طبعا مع الغلل اللي احنا فيه فانت تقدري تعملي ده يعني عايزاكي تقولي للناس اللي بتشوفنا دلوقتي انه مش بس فكرة موهبة او يعني انا مش هعرف او ربنا ما تدنيش الموهبة دي انا خلاص شغلانتي مدرسة فانا هكمل لا نقدر نقول الناس تقدر يتحقققي حاجة معينة انت نفسك فيها انا اهم حاجة بالنسبالي او اي حاجة فرائد بالنسبالي ان هو لما تيجي تبتدي حاجة لو غلطتي كملي اللي بتعمليه غلط ده بيخليكي تتعلمي اكتر وبيخليكي المرة جاية ما تغلطيش لا بتعمليه المرة جاية احسن بكتير ما تيقسيش خالص وكمليه ما تيقسيش دي حقيقة بس صف طيب احنا معانا عرض تاني للبناميد تعالي ايه الحلاوة دي لا والملاك بقى كلمين على التفاصيل احنا هنا اكتر الكريسمس عشان الاطفال بتحب تلبس اكتر حاجات ليه علاقة بكريسمس فحبيت انافس فكرة الملاك في درس الاجنحة والا الفنة بقى الفنة كده عشان شوف الجناح حلوة قوي والسورتات برضو اه لا كلميني على السورتات اللي انا مش فهمها اه مدى ايه شكل ايه اللي بتبع الملاك اه حلوة قوي طب كلميني كمان على الدرس اللي انه شايفة نص اللي فوق قطيفة اه النص اللي فوق قطيفة والنص اللي تحت ارجانزة عشان يخدم بس الفكرة شوية انه هو يبقى منفوه شوية دي واسعة قطيفة لان القطيفة تقيلة فلو حطناها في الجزء اللي تحت كمان هتبقى قتقل اه فتقل الدرس اكتر على القطيفة اه اه مش هيديها النفشة اللي هي عايزة بس اللي تحت اللي يعني النفشة دي جاية من ايه؟ طول وأرجانزة اه طب كلميني برضو عن الفارو اللي ملكون الفارو برضو مع موضة تريند قوي الفترة دي فبرضو حبيت ادمجه منوه يخدم فكرة الملاك اكتر حلوة قوي قوي ده شتوي صريحة عشان القطيفة وكريسمس اكتر يعني هو توقيته بالضبط كده حلوة قوي دينا لفة كده بقى قبل ما تمشي شنت ملاك جميل كده شكرا لك